نقشت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي معي عبر تقنية سكايب البروفيسور فرانسيس بايل أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة إلينوي مرحبا بك دكتور فرانسيس في البداية لو تشرح لنا أبعاد وأهمية هذه القضية في محكمة العدل الدولية وهي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية في أعلى محكمة أمامية والحجج والأدلة المذكورة من قبل جنوب إفريقيا والمسار الذي ستتخذه القضية والمدة الزمنية التي يمكن أن يصدر فيها الحكم هذه مذبحات تتكبها إسرائيل مثل الهولوكوست التي وقعت بحق اليهود قرأت كل أوراق القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وأتوقع أن تكسبها ضد إسرائيل لوقف أعمال الإبادة العرقية ضد الفلسطينيين وذلك مثلما حدث سابقا في يوغوسلافيا والبوسنى نعم دكتور فرانسيس هل تعتقد أنه يمكن إدانة إسرائيل وهل إذا صدر الحكم بالإدانة يمكن أن ينسحب على تلك الدول التي ساندت إسرائيل بالدعم العسكري مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أنت محقة تماما إسرائيل تدرك أن الجهود القانونية قد تفلح هذه المرة لأن هناك سوابق قضائية مشابهة فهناك أمل في أن تسير الأمور كما يرام وربما يفعل العالم الشيء الصحيح الذي يجب أن يتم فعله يعني دكتور فرانسيس قد يختلط الأمر على غير المتخصصين في القانون ما هو الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ثم هل لو صدر حكم إدانة من العدل الدولية يمكن أن يتبعه إجراءات من الجنائية الدولية ومجلس الأمن؟ هذا سؤال رائع بعد العملية الأخيرة أنصح الفلسطينيين ورئيسهم عباس بأن يقبلوا بولاية المحكمة الجنائية الدولية ومنذ عام 2009 والجنائية الدولية لم تحقق في أي شكوى فلسطينية ولم تنتصر للفلسطينيين وأحمل الجنائية الدولية المسؤولية عن كل التدمير والخراب والدماء الفلسطينية منذ عام 2009 ولذلك غاب السلام والعدل الدوليين لأن النظام الجنائي الدولي ضعيف ومشين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر